نمسي نورمال في الاعلام دي مراك مع نوفل انت عندي فرشة ممشيتش ادجا ولا حتى بلاتون كل ما تكون في تونس تكون مع نوفل الورتي مراكش في قنوات اخرى تغتار انك تمشي لل الاعلام اللي انت تكون مرتاحة معها اكثر ولا تخاف من الاعلام فما خاوف من الاعلام سؤال خبيل شوية تخاف من الاعلام مش نخاف ما تغشش مني مش يصر هكا نعرش ما نحبش برشا انت تعارف هكا وما يعني انا ماذا بين مثل روح نقاط في الدار خاف من التصريحات خاف لا تقول حاجة يمكن تتفهم بالغالة تتير مشاكل نفس الخوف اذا موجودش تونس في مصر ولا موجود انش تونس زوزا يمكن غتيك اكثر خاف برشا خاطر زلقى بفرقة كما يقولون ما تنجم انت علانيتك تقول حاجة ما ما تقصدش وفاما مش بينسوغ مش الكل فاما اعلاميين يقعدوا يبربش ويبربش انا برشا عبيد مثلا جمهوري بدأ يلوم في ممثل اما انت متعرش اللي قديش الاعلامي ذيكا ضغطت عليه بش يوصل يقول حاجة كي من هكيكة مرحبش نتحط في السيطوات هيدو من الحقيقة لكن في مصر انتو مو محظوذي الحضور الاعلامي بالفلوس تاخو فلوس ولا ايه ايه على القالت روح بفلوس حاجة ايه دونك هيا الحاجة اللي بيش موجودة في توت ان شاء الله تولي موجودةة اللي كمتوب تكاس اريك الاول ما بجيت المثل فرحانة وقت بش نمشي لاباس وقلت ساية انا ما خديت الكاشي هدا طب شنولي اغنى ايكلموا فيا اللي غاديو ياخي وقتا نصغيروا عيب شنولي اللي باس علي اكثر ومراديو فليني كلمني ويميسيون تكلمني قلت ساية كنت ضيفة في برامج عالمية كانت لك تجربة اعلامية زادة انتي كاعلامي ما واصلتش فيه عليه بلعكس انا نشوف ربي معاكم الهان كل الواحد في وظني وشغتوك تبدا ديغاية يسر سيكون ما تشبكو من بيه؟ ما هو لما حالا العليم موش سهل موش سهل والاكسبرينسة ديها كنت محلية خطر احنا قاعدين عادة ستات كثانسة ونقاط ورايشوا في الرجال ديها اللي كنت ما هيش سعيبة فهمت اما انا ما نشوفش روحي ما نعرش نعمل حد شي غير المثل بالحق معا ما نشوفش روحي حتى على انستاقرام ما تقنيش نشد الانستاقرام ونحكي ما ما نعرفش فهم باش هو ما ديها فهم باش هو ممثلين اعلاميين عفوا مش هو التمثيل فما هكذا كما ريهم سعيد ريهم سعيد كيف اللي والت تاوا ممثلاء قالت اعتزلت الاعلام كاريمو والت ممثلاء في بيلياك اما هي ممثل ليت اما هي ريهم مقبل مقبل